البعض يذكر بأن الشوفان لا يناسب الإنسان ويناسب الحيوانات لأنه يحتوي على ألياف معقدة طيب خلونا نشوف وزن هذه العبارة بصورة علمية ومنطقية بدون ما يكون عندنا تحيز إلى أي جانب وهذا ما هو هجوم أو تعاطف مع الشوفان الشوفان باختصار يحتوي على نوعين من الألياف النوع الأول وهو القابل للذوبان ويكون عبرها مادة هلامية تحسن من عملية الهضم وتخفض الكوليسترول وبقية الفوائد النوع الثاني وهو غير القابل للذوبان وهذا يساعد في حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي وأيضا يمنع الإمساك وبقية الفوائد أيضا بالإضافة لإحتواء الشوفان على الكثير من العناصر الغدائية المفيدة مثل المعادن والفيتامينات وما لداعي ندخل في تفاصيلها طبعا هذا الكلام يرتبط بالشوفان الطبيعي غير المحسن اللي ما في مواد كيميائية أو مبيدات زراعية هذا موضوع آخر مغاير عن موضوع الألياف اللي يحتج بها البعض إنها ما تناسب الإنسان وتناسب الحيوانات ولو بغينا نطبق هذا الموضوع موضوع الألياف المعقدة اللي ما تناسب الإنسان على الشوفان فإحنا رايح نفتح النافذة على مصراعيها وبنطبقها أيضا على مجموعة كبيرة من الأغذية الشبيهة إلا تحتوي نفس الألياف والكلام ما شملها ليش؟ فهذا كلام غير منطقي وغير علمي ولا يقبل إحنا اللي نقوله طبيا إذا كنت أنت عندك حساسية من الشوفان بسبب مرض مثل السيليك ديزيز أو تتحسس مثلا من الجلوتين هذا موضوع آخر أيضا مغاير لموضوع الألياف المعقدة إذن الكلام المذكور من قبل البعض عن الشوفان لأنه يحتوي على ألياف معقدة لا تناسب الإنسان لا يستند لا إلى حجة ولا إلى دليل علمي مثبت